الجزيرة والأستاذ محمد القوسي يكون متواجد معاه في هذا اللقاء تفضل إعداء برحب بيك زميلي محمد فاروق برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ومن داخل المركز الإعلامي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة نرصد لكم انطبعات رجال الصحافة والإعلامي حول قمة 116 ما بين النادي الأهلي ونادي زمالك أنضم إلينا الآن النقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد القوسي أستاذ محمد برحب بيك عشيش قناة النادي الأهلي أهلا بيك وتحية خاصة لجمهور الأهلي وكل مشاهدي النادي الأهلي في هذا اليوم الكبير مباراة قمة كبيرة جدا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك القمة 116 دايما مباراة الأهلي والزمالك بتحزع باهتمام كبير جدا مهما كان ترتيب الفرقين مهما كان وضعهم مهما كان الأهلي واخد 40 دور الزمالك واخد 12 الأهلي 85 نقطة الزمالك 58 تبقى القمة لها أميتها ولها شعبيتها قمة هذه القمة من جماهيرية الناديين الأهلي والزمالك من تلكان أكبر قاعدة جماهرية في مصر وفي الوطن العربة. من هنا يأتي الاهتمام بالمباراة. هي مباراة. هي بطولة خاصة دائما بين النادي الأهلي والنادي الزمالي. لذلك بيكون بها اهتمام كبير جدا. نحن شايفين حتى كل وسائل الإعلام من الساعات الأولى من الصباح مهتمة بدرجة كبيرة جدا من اللقاء. يعني البعض بيحاول يقول ان هي مش قمة. لا هي قمة. وستظل قمة جماهرية شعبية في مصر العالم العربي كله على الأقل بيتابعها. المصريين كلهم النهاردة بيتابع المباراة. اي حد بيقابل حد الماتش النهاردة بتكلموا على الماتش عن التشكيل. آآ جماهري الاهلي بيخشوا في مناكفات مع جماهر الزمالك. لان دي بطولة خاصة. حتى الزمالك الذي يعني آآ لم يخرج من الموسم بشي والان في المركز الرابع. لديه امل كبير جدا انه يحقق نتيجة طيبة يعني نتعاوضه حتى معنويا. النادي الاهلي محقق انتصارات كبيرة جدا غير مسبوقة. آآ يعني حتى سبع عشرين انتصار. انتصارات كبيرة جدا. حسم الدوري قبل المسابقة بست اسابيع بهذا الكم من النقاط غير مسبوك بهذا العدد من الاهداف لما الاهلي بيكسر هذا الموسم ركم الاهداف بشكل تاريخي. آآ ما تحطمش من الخمسين سنة على الال فدي يعني حاجة عظيمة جدا بالنسبة لنادي اهلي. احنا نتمنى النهاردة ان احنا نشوف مباراة تليق بالفرقين. مباراة كبيرة. ان شاء الله تنتظرهم. عايزين نشوف مباراة تقدم الكرة المصرية. ناس خلاس ياما ان الكرة المصرية يعني بدت الناس تبص ليها بعد الانجازات العظيمة اللي عملها محمد صلاح وبعض المحترفين المصريين. لكن الانجاز اللي عمل محمد صلاح يعني جعل كرة القدم المصرية لها مكان على مستوى العامل. اعتقدنا هتكون لنا نظرة مختلفة. اتمنى ان المباراة النهاردة تخرج بالشكل اللي ليق بالنادي الاهلي بالنادي الزمالك بالكرة المصرية. بالشكل اللي شرفنا كلنا جميعا ده الاهم. والاهم من كل ده ان المباراة ستقام بعد فترة غياب طويلة بتحكيم مصري كابتن محمد الحنفي. نتمنى ليه التوفيق النهاردة في المباراة. وهي فرصة كبيرة جدا ان التحكيم المصري يعني يثبت وجوده بعد ما عمل موسم جيد بشكل كبير جدا. وبعد ما وصل لنا حكم لنهاية كاس العالم الكابتن جهاد جريشا. ان شاء الله يوفق فيه المباراة النهاردة وتخرج المباراة بشكل كبير جدا. ويسعد الناس بنتيجة المباراة اللي هتكون بالنسبة يعني فتحت خير بالنسبة العدد كبير جدا من اللعبة. فيه لعبة بتولد في القمة. يعني طول عمره القمة بتولد نجوم. لان من يسجل في هذه القمة دايما اسمه بيحفر فيه زاكرة الجماهير. ان شاء الله تكون مباراة محترمة ومباراة خالية من اي ازمات. خالية من اي مشاكل. خالية من اي اخطاء تحكمية يعني بإذن الله. هاخد من كلام حضرتك. القمة بتأتي بالتزامن مع 111 سنة. النادي الاهلي بيحتفل ب111 سنة. 111 سنة من الانجازات والبطولات تاريخ كبير. كتبوا مجالس ادارات متعقبة. اجهزة فنية لعبين. اعتقد ده بيزود المسئولية على لعبين والجهاز الفن للنادي الاهلي. طبعا يعني ممكن 111 دي تشعر وانه كل الاهلوية يعني بيحاولوا يعني يقدموا هدية للنادي الاهلي. يعني لما الاهلي بينظم اربع بطولات افريقية بتلتم في اليد وبتلتم في الطائرة وياخد تلاتة منهم. فدي حاجة عظيمة جدا. لما الاهلي يحسم الدوري في هذه السنة تحديدا قبلها بستة اسابيع. فدي هدية في 111. لما الاهلي يعمل ارقام خاصية ويحطم ارقام كبيرة جدا. فدي 111. الاهلي بيؤكد ان اللي بدأ 1907 لغاية 2018 ما زال الاهلي مستمر على عزيمته واصراره وقدرته. وبحثه دايما عن الفوض وبحثه دايما على المركز الاول. الاهلي بيحافظ على مبادئه وحافظ على قيم وبيحافظ على تقاليده. الاهلي بكل هذه الاشياء يعني يظل عظيما في هذه السنة. المية واحداشر رقم آآ الثلاث وحاية ده رقم آآ كبير جدا. ويمكن حصل احتفالية كبيرة جدا سواء داخل النادي الاهلي او في المركز الاعلام والموقع الرسمي للنادي الاهلي او في قناة النادي الاهلي او على مستوى مجلس دارة النادي الاهلي. ده ده النادي الاهلي اللي بيعظم كل رموزه واللي بيحتفل بماضيه زي ما بيحتفل بحضره لان مال ليس له ماضي فليس له مستقبل. اعتقد ان دي سنة عظيمة جدا النادي الاهلي والنهاردة هيكون يوم فرحة كبيرة جدا لجمهار النادي الاهلي في كل مكان. دائما ما نقول ان الاهلي بمن حضر. هل غياب وليد ازارو النهاردة عن اللقاء هيؤثر على الجبهة الهجومية للنادي الاهلي ام مروان محسن هيقدر ان هو يحدث الفارق النهاردة ومن ثم يكون الانتصار لنادي الاهلي. قلت ان الاهلي بمن حضر. دائما الاهلي بمن يحضر سواء كانوا لعبين كبار او نجوم. الاهلي لعب في خمسة وتمانين بفريق من الناشئين امام عماليقة الزمالك في تطبيق رائع وعظيم لقيم وتقاليد ومبادئ النادي الاهلي. الاهلي بمجموعة الناشئين اللي حضروا في هذه المباراة فاز على الزمالك ثلاثة اثنين وكسب بقية المشارات حتى حصل على الكسب وحدثت في مباراة كثيرة جدا الاهلي لا تأثر بغياب احد. هكذا الفرق الكبيرة صحيح ان هناك نجوم كبار لهم بصمات ولهم اضافات ولهم اسهمات. لكن تظل الفرق الكبيرة لها شخصياتها لها قيمتها لا تهتز ولا تقع لمجرد ان يذهب لاعب او يأتي لاعب. لا اعتقد ان هيكون ليه تأثير. مرون محطن لاعب كبير جدا وهو مهاجم منتخب مصر. وفرصة كبيرة جدا ان هو ان شاء الله النهاردة يعني يقدم مباراة كبيرة جدا بعد ما ظهر بشكل جيد منذ عودتهم للاصابة. طبعا وجود وليد ازاره في المرارة النهاردة كان اكيد هيكون ليه تأثير لان ده هدف الدوري ولا اكثر تهديفا. فاعتقد ان غيابه ممكن اثر بعد شيء لكن في مجموعة من لعابة الاهلي القوى الهجومية القادمة من الخلف في مجموعة ترصفي والد سليمان في اجاييف في مروان محسن في باكة ممكن يشارك النهاردة يعني في حسام عشور في عمر السلية في كل المجموعة في احمد فتح في عدد كبير جدا في الشنو موجود في حراسة المرموة اعتقد ان الاهلي لا يتأثر ابدا بغياب اي لعب. وشوفنا ده حتى بعد مع عبدالله السعيد اللي هو الاحس اللاعب في مصر واللاعب اللي كان مبنع عليه بشكل كبير جدا في فري نادي الاهلي عندما حصلت مشكلة وخرج من النادي الاهلي لم يتأثر النادي الاهلي كثيرا يعني فاعتقد ان الاهلي قادر على تعويض اي لعب يعني. الناقض الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شكرا. مشاهدين ده كان لقاءنا مع الناقض الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي من داخل مركز الاعلامي بمقر النادي الاهل بالجزيرة عود مرة اخرى للستوديو لك الكلامة كابتا محمد فروق